أنه ما في فرق سواء استعملت باك أو ما استعملت باك حتى بالحالات شفتوا بالفونكشنال كراون لينكثنينج مرات أنت بتشيل حكينا السيكندري فلاب اللي هو البابيلا تيشي والإنتر بروكسيما التيشيو هذا كله بتشيله ولما ترجع أنت الفلاب تبعتك مرات بيكون في الإنتر بروكسيما البون إكسبوزد شوي بيكون مكشوف العظم شوي I never use a pack أوكي الباك في ناس بيستعملوه وفي ناس كتير هلأ بصراحة أحكي لكم اللي more recently trained اللي عم بيعملوا بريو بتخصصوا بريو مؤخرا ما عم بيستعملوا باك الباك كان إلها موضة كتير كبيرة بفترة من الفترات بس هلأ يعني بطل إلها شيوع لأنه studies have shown أنه الباك does not offer any advantage بالعكس some patients report increased pain بيشعروا بألم أكتر بوجود الباك بيقارنة بعدم وجود الباك اللي هو عارفين شو الباك هو زي الضماض مادة زي zinc oxide eugenol هلأ فيه eugenol free طبعا عشان للsensitivity مادة هيك بتخلطها أنت بتصير زي الربر وبعدين بتحطها بتضغطها على الأسنان في عندي صورة هلأ فرجيكم بتضغطها وبتنشف فهي الفكرة منها إنها زي ما تحكي بتغطي الجرح كأنك حاط باندج على الجرح نفس الفكرة لكن إجابة أنا على سؤالك ما بستعملها بصراحة I never use it اللي لقوا بهاي الاستادي برضو اللي لقوا بهاي الاستادي إنه إنت شو عملوا بعد ما رجعوا الفلاب آسوا مرة تانية يتأكدوا قديش الديستنس بين الجنجف المارجن والبون اللي قصوا هما قصوا العضن ورجعوا الفلاب مرات لما ترجع الفلاب ممكن ترجع الفلاب يعني ترجعها كورونال أو إيبيكل أو هذا لقوا إنه الحالات اللي بيصير فيها ريباوند أكتر بترجع اللثة مرة تانية بتنزل وبتغطي بمعنى بتخسر جزء من الكراون لينكث اللي انت حصلته أولها هي الحالات اللي المسافة أقل من 3 ميليميتر وبالتالي انت لما تحصل لما يكون الكمية البون ريموفر اللي عملته ما حصلت الـ 3 ميليميتر حتى لو حصلت أولها كراون لينكث بتحس إنك حصلت الطول اللي بدك ياه بعد فترة شو برجع بيصير برجع بيصير ريباوند مرة تانية اوكي so you have to make sure إنك أنت يأتيف الأدكويت بور ريموفر جاورت أسؤالك شوف بالآخر هي it's a matter of educating in patient واعي مريضك وتو communicate إنك تتواصل معاه وتشرح له شو التبعات أنا بعرف إنه في obstacle بس أحكي لك من تجربتي لو يعني أنت يعني ما تستسهل طريق الجنجيفيكتومي وإنه الفلاب صعب لازم توصل الفكرة وسوي بالآخر الإشي الصح you have to do the right thing لأنه بدأ أفرجيك أكمن حالي هلأ اللي نعمل زي ما تحكي crown lengthening بدون بدون bone removal يعني it's a headache it's a nightmare لأنه كل شي برجع لك إلك رفت عليك يا ما أنا سامع مرضى عندهم delayed passive eruption وجنجيفيكتومي short teeth ونعملهم جنجيفيكتومي simple جنجيفيكتومي بكوتري أو بليزر وبرجع شو بيصير ريباوند همه نفسه والله دكتور عملته بس رجع كله ياته ليش رجع احنا منعرف مش سر ما في مفاجأة في الموضوع ليش رجع لأنه the bone level was not addressed ما تم علاجه بطريقة الصح وبالتالي بيصير ريباوند ممتاز بالضبط هلأ هلأ هناجي هارجع عليه بس خليني هلأ أفرجيكم خليني أفرجيكم شفتوا هذا الفيديو شايفوا شكلك شايفينه هلأ إحنا حللنا كل حالة ودرسنا شو لدياغنوزز وقدينا عملنا bone sounding وعرفنا قديش بدنا crown length كل التفاصيل هاي now you have to be competent to execute ما بيكفي إحنا يكون عنا diagnosis ما بيكفي يكون عنا plan لازم أكون أنا competent وآدر إني إيش أنفذ اللي plan تبعتي بحط هذا الفيديو دايما أنا عشان أفرجي هاي الpoint طلعوا هذا this guy عنده plan بده يقطع من الجهة هاي للجهة التانية عنده plan شايف ما بده يغط بالمي بتمرجح plan تفشل فجل ذريع لأنه هي كانت execute في تشخيص للمشكلة أنا عجيها وفي مبركة مي بدي عندي خطة بدي أمسك أتمرجح وأنطل الجهة التانية I have a diagnosis I have a plan بس I cannot execute so you have to make sure أنك you can execute ما بدك الطب هيك بس روح رياضية يعني فز على طوله so هون بيجي إنك إنت تاخد step approach شوي شوي مش يعني إنتو أخدتوا الكورس وبنا نعمل الهانزون بكرة تبلش تعمل aesthetic crown lengthening you have to do it يعني إذا تبلش مفوت تبلش تعمل functional crown lengthening to be comfortable with incisions reflection suturing okay bone removal سير إنت عندك تقدر تميز كيف البون مورفولوجي اللي أنت بدك هي شكل العظم بعد ما تخلص العملية وإذا بتكن تبلش وقلت لكم aesthetic crown lengthening بلش أنك أنت ما تعمل scaloping بالأول ارفع flap قص العظم رجع لflap وارجع بعد ثلاثة واربع أسبوع اعمل إيش بالليزر أو بالكوتري أو بالwhatever تعمل gingivectomy هيك يكون في more control عادة اللي بيخافوا منه اللي بيبلشوا crown lengthening إيش بيخافوا بيخافوا من recession أنت ترجع لflap يرجع يصير recession بهاي الطريقة اللي بقلكم إياها أنك ما تعمل scaloping احتمالية تصير عندك recession ويصير عندك aesthetic compromise كتير ضئيلة كتير خفيفة لأنك أنت ما قصيت إيش من اللي أنت رفعت ورجعتها مكان نفس المكان خليني أفرجيكم هلأ شو التكنيك اللي بدك تستعمل بال aesthetic crown lengthening حكينا أول إيش شو بدي أسويه بدي أحدد قديش بدي crown length أنا قلت لكم عادة بقيس العرض تبع السن لو قلنا العرض تبع السن كان هنا 8 بدي يكون الطول 10 بقيس بالperioprobe 10 بعمل scaloping تبعي بحدد نقاط وين بدي الطول تبع السن وبعمل scaloping هلأ بس أطلع على in retrospect بس أطلع على الصور إيش بغير كان كان هذا شايفين كيف زي الفي شكله يعني كان لازم الحفرة تبعة الجنجيفيكتومي تبعتي تكون أفضل هذا اللي بحكي لكم إياه أنه مرات السكالوبين قدرتك على أنك تتحكم بالسكالوبين في one procedure بتكون أقل مما لو أنك تأجل السكالوبين والجنجيفيكتومي لليتر زي ما حكيت لكم فلأنك خاصة إذا بتشتغل بالليزر سهل أنك هلأ أنا ما بحب أعمل جنجيفيكتومي بالليزر بعدين أرفع الفلاب لأن الجنجيفيكتومي بالليزر ما بيكون جروح أوكي يعني جروح نضيف هو الليزر بيكون تعرف أنتو زي بالضبط بيكون فيه يعني زي سكندري هيلين السيرفس فبالتالي في ناس هيك بيعملوا أول شي جنجيفيكتومي بالليزر بعدين برفع الفلاب يمكن أن تفعل ذات ما بنصح فيه إذا بدك تعمل وتفتح الفلاب بدك تعملها بالبلايد بتكتمشي بالبلايد وترسم البلايد بعد ما ترفع الفلاب شايفين أنتو الليبل of the bone شو بدي أسوي بدي أعمل أستكتومي بدي أص اللي هو عامل contact مع الجذر شايفين شايفين أديش العظم هون almost على بعمل الأستكتومي شايفين أوكي هلأ بعد ما عملت الأستكتومي شايفين كيف هون البون استك البون استك فبعد ما أخلص الأستكتومي شو لازم أعمل أستيو بلاستي لأنه أنا لازم أرجع العظم ثن زي ما كان هو عامل knife edge على السن يعني هاي السن بيجي البون هيك بعد ما أقص الأستكتومي أنت بقي بيصير thick I have to مرة تاني أعمله knife edge أوكي so next step is osteoplasti هلأ هدا هون بيساعدني الشو جيج إذا إنت مثلا تستعمل الراشيو اللي حكينا عنها أنا قلت مثلا طول السن بدي عشرة إذا طول السن عشرة معناه البون لازم يكون 13 بالضبط هلأ إذا إنت فيجولي بدك إشي أسهل يعني سهل عليك تميزه بتستعمل الشو جيج الشو جيج بيجي منها أكتر من شكل أول إشي بيجي هاي اللي بتحدد من خلال ها إيش طول السن شايفين يعني بتحطها هاي هنا في قطعة بارزة بتحطها بتوقف على بتشوف أنت العرض تبع السن بين أي خطين يقع يعني مثلا هنا بيجي بين الأحمر والأحمر إذا أنا هذا عرض السن على الإشارات الحمر إذا أنا شو لازم يكون طوله هون إذا أنا عرض السن من طرف الأحمر الخارجي للطرف الأحمر الخارجي إذا طول السن لازم يكون إيش من طرف الأحمر العلوي هيك إذا أنا مثلا عم بتطلع على lateral incisor عرضه من هاي النقطة هون لهاي النقطة هون وين لازم يكون طوله في هاي المنطقة هاي هذا هو الفكرة منه هو بشبه الراشيو اللي حكينا عنها لكن سهل ألوان وكالور كودينج واشي سهل عليك انك تميز هذا أول أداة فيه بيجي الطرف التاني لإلها عشان تستعملها خلال العملية خلال تبعك عشان تعرف انت شلت عظم كفاية ولا لا يعني طلعوا هون مثلا أنا قررت هون انه الطول اللي بدي إياها 11 بحطها هاي القطعة هاي طول السن المصدر التاني اللي جمها شو بتعطيني البون لفل بالظبط فانت بتحطها بتركبها على الإنساز الأج انت قررت انه انت بتدكيها على طرف الأحمر من الخارج بدك تتأكد ان البون صار على طرف الأحمر من الخارج على المصدر المحاذي على المصدر اللي بيجانبها وضحت الفكرة بطحة بس حقها زي ما هذا حكى دكتور وين راح حقها تلتمية دولار أو تلتمية وخمسين دولار اوكي ازا بدك جيب الست على ممكن انت تجيب هاي مثلا اوكي ازا بدك جيب الست بطلع هيك تقريبا كلفته بس قد تلكم ايش تقدر داير بالك عليها والأسست انتبعك ما توقعها مئة مرة عشان ما تكسرها لانو تس ان اكسبنسف تول بس قدتلكم ايش تقدر تستعمل بريوبروب تستعمل بريوبروب بتقص عرض السن بتقرر اذا يشطوله اوكي شوية اجرسف بالبون ريموفل لا تكون هيك خجول كتير وانت بتشين عظم انا بقى يعني بعرف وانا بقى يعني بعرف وانا بقى قلتلكم بالليتراتر انو ان ادكويت بون ريموفل يو هاف تو بي اجرسف خليني اعيد تصحيح معشان ما تفهموني غلط اوكي مش اجرسف يعني هيك هيك نشيل يعني بدون حساب بس ما بصير تكون خجول يعني انا بشوف مرات يعني لانو منشرف على دكاترا بيرفع الفلاب يدوب انا بعرف يعني ما حدا بيحب هيك يعني كل اشي احنا لازم كنزيرفاتيف وما لازم كذا و بس برضو ما بصير هيك يعني تحسس تحسيس على العظم يعني ما بصير اوكي you have to get the job done بدك تنجز المهمة عارف انت شو القياسات عارف وين العظم لازم يكون get it done ما بصير تعيد العملية مرة تانية ما بصير يصير ريباون ريلابس اوكي وكل ياتنا بنوقع بهاي الخطأ بما فيهم انا sometimes i get this mistake لاني بكون خايف على البابلة مثلا هلأ برجيكم بعض حالان اوكي anyway هذا بعد هلأ هون انا بس اطلع بفكر بقول يجب اطول الستان شوي اكتر اه اطلعوا شو اللي كنت احكي لكم اياه بالاخر شوفوا البروفايل هون كيف زي الفي شيب ها وضل هون في شوية ايش هيك شوية البابلة بلبس هيك مدورة عشان هيك بحكي للمريض دايما انه ما يعني ممكن احنا نضطر بعد شهرين او تلاتي هلأ هاي استنينا ستة شور she's part of a study لازم نستنى ستة شور ما نعمل manipulation بس عادة بعد شهرين اذا ضل في محل فيه asymmetry الجنجفة الليبز مش مزبوطة بعمل برجع شو بعمل بلاستي شوي صغير اوكي طيب هذا البري وهذا البوست بالنسبة للمريضة المريضة كتير مبسوطة يعني it's an improvement بالنسبة لها اوكي 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 ضروري كتير اني انا هاي شغلة تانية عشان هيك يعني يعني الافضل انك تعمل تكنيك اللي هو delayed scaloping او delayed gengifectomy ليش لانه واحدة من الشغلات اللي بحس دايما بيكون فيه تخوف منها من اللي بيبلش aesthetic round lengthening انه وين بدي اعمل للscaloping يعني مع انه عمل القياس وشايف هو انه عرض السن وطول السن بيضله خايف انه بس يعمل أنه يكون قص زيادة وصار في ايش root exposure بدون شك هاي واحدة من الشغلات اللي بديك كتير تنتبه لها ما بيصير انك انت تكشف الroot بس بحالات delayed passive eruption اذا ما في incisal attrition ما فيش اتريشن اوكي عرض السن incisal edge ما فيه اتريشن اذا بتقيس عرض السن وبتاخد المجرمن زي ما حكينا almost never wrong اذا ما في incisal wear او attrition على incisal edge الانصائز ال edge محتوطة اوكي هلا اذا الانصائز ال edge محتوطة خلص اختلف الموضوع بطل طول السن anatوميكل بطل السن طبيعي صار طول الاناتوميكل tooth تغير صح ولا لا لانه صار attrition اوكي اذا انت ما في عندك incisal wear وبتقيس العرض تبع السن وبتشوف الطول ما رح تواجه هاي المشكلة اوكي اوكي واذا انت في عندك شك انه انت خايف انك توصل لما تعمل scaloping انك توصل ال root ممكن انك تعمل scaloping incision ع مراحل يعني اول مرة تشيل مثلا 1 مليمتر وتتأكد ترجع مرة تشيل كمان زيادة اوكي بس الاسهل والاسهل ايش قلتلكم مرة تانية تعملوا staged اوكي طلعوا مثلا شو الاصد اذا انا مثلا هاي المريضة بطلعوا عندها attrition اوكي اذا انا باجي بستعمل التشو جيج هذا بقرر انه انا والله اه هايو هون لازم يكون طول السن طلعوا عرضوا عند الخطوط والسودا بعمل انا الكراولينج شو بطلع عندي هذا الروت الروت اوكي هلا هون انا عارف انه الروت رح سير اكسفوز لانه شو رح اسوي بعدين نعمل كراولين اوكي سو هذا الفرق بدك تكون عارف اذا المريض ما بدك تعملو فينيلز او كراولينج بعدينها ما بدك تكشف الروت بهاي الحالة السبب انه بدي اعمل كراولينج وكراولينج انه عندها انصائز الوير بسنانها صار وقصار فهاش it's part of rehabilitation يعني بدين عمل كراولينج لكل الاسنان حدا عنده سؤال بالضبط مش بس بلايتيلي حتى بروكسيم اللي هلا بتشوف فيه فيديو بدي افرجيك ما منصيب الانتر بروكسيم التشو ولا البلاتل تشو بس برفع فلاب على البكن لانه معظم الاحيان انت انتبه بكرا مرضاك في عيادتك بتشوف المرضى اللي عنده محتى بالبستيرير الاسنان متآكلة ما بيكون عنده لص بالفيرتكل دايمانشن ما بيكون اسنانه صار هيك لانه وهو عم بيصير عادة في السولوجيك لي شو بيصير وهو عم بيصير وير عم بيصير الاسنان ايش سوبرا اربشن يعني هاي الادراس فوق بعض اوكي عم بيصير فيها تآكل لكن عم بيصير تآكل اخد اخد الكراون لينكث ليش اخده من الاعلى هنا اضبط المايك شوين ليش اخده من جهة الجنجفة خليني اطول الاسنان المشكلة عادة انك انت تعرفوا اذا طولت الاسنان بالعكس بيصير في عندك مشكلة باللترال موفمين والالكسكيرسيف موفمين فهذا it's not an option لانو انت بيصير انسان الوير بس الاسنان شو بيصير لها بتنزل كأنها بتعمل سوبرائرابشن طيب مين كان عنده سؤال نفس الحال الوير مثلا بسبب كرامل الدنيا بسبب موكب و يعني شوف الوير وحاجة لديو نشتوره نعم الموكب هلأ فرجيك الفيديو فضلي سور خلال العملية قصدك خلال الDSD يعني قررت انه احتاج مثلا اربعة مين متر هلأ اوزع هاي اربعة مين متر انسيزال او عبتالي يعني من الكراون مين متر اه ال position of the انسيزال edge ال position of the انسيزال edge اذا بدك تغيره او لا اذا ما بدك تغيره معنى كل الكراون لينكتنين بدك تاخده من فوق اذا بدك تغيره بدك تطول 1 مليمتر معنى بدك تاخد 1 مليمتر من فوق 1 مليمتر 1 مليمتر من 1 مليمتر من الجنجفة بالضبط فانت بدك تشوف lip line بدك تشوف occlusion اذا في عندك مجال انك تطول لانه مرات انت اذا طولت كتير بيصير في عندك مشكلة بيصير عندك frequent fracture وهذا فهو it's a more restorative decision يعني عادة انت بتعرف في القواعد العام اللي تعلمناها بالcomplete denture ان المريض مثلا لما يكون تقريبا 1 to 2 مليمتر من الانسائز الاج مبين بدك تشوف الف sound الف sound وال v وال f اذا بيطلع معا بدك شوف smile line يعني بدك بس يضحك ال contour تبع الانسائز الاج يلحق ال lower lip وما يكون تخبي تحتيها ما يكون طويل كتير صار فيعني it's a series هذا بتغطى اكتر بال dsd او شو كيف الامور بس بكل حتى البون بس بكل خليني اظن هلا احنا اجا وقت اوكي خليني افرجيكم هاي الحالة حدا عنده سؤال البرزنتيشن تبعي رقم تينين عندي uneven gingival margins شو الانديكيشن تبعي هون بدي اعمل aesthetic crown lengthening هلا هاي المريضة ممكن انا اعمل aesthetic crown lengthening وما اعمل veneers in this case the patient كان بدها تعمل veneers لانها مش مبسوطة بشكل الناب تبعها مش مبسوطة بهدول الامبريجرز اللي هون she went for veneers بغض النظر بس هلا بتشوفوا شو التكنيك اللي بنستعمل له هاي المريضة رح اوقفون عشان اقدر اتحكم بالفيديو اذا بدكوا يعني اوقفوا اذا في حد عنده سؤال اوكي ما عم بياخد الصوت اوكي الجهة التانية وطي الصوت بلا من عندك بعد ازناك اشوف اه نحوطي شوية بس عشان علي صوت بليز اشتركوا وين بدي الكراون لنكتبعي والسكالوبي تبعون شايفين حددت أنا النقاط بعدين بعمل إيش السكالوبي بالبليل إذا شايفين خليني أبعد أنا هون إذا شايفين أنا ببدأ من اللاين أنجل ببدأ من اللاين أنجل وبعمل السكالوبي وبرجع مرة تاني بالسالكس ببدأ من السالكس باللاين أنجل وبضلني وبرجع على السالكس ما بعمل سيرجيك البابيلا البابيلا بتركها بالضبط زي ما هي بقعد القايد تبعي بتأكد إني أنا الصيف كفاية طلع هون شو عم بسوي شو عم بعمل هون هم بضغط البروب لجوة عشان إيس قديش البوزيشن شايفين أنا عندي أقل من ثري مليميتر ثم أفلاب هلأ في ناس بحطوا إنسيجن هون هلأ في ناس بحطوا إنسيجن؟ هذا ما أفعله سيمبل، سريع، تعمل، 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 رفلكشن اوكي بعمل رفلكشن اوشي الى البابيلا بعدين يكستند الرفلكشن تبعك على البكل برفع الفلاب فول ثيكنس يا جماعة اوكي make sure when you're reflecting الفلاب تطلع one piece you cannot have tearing تتمزع برجع بقعد القايد شايفي هذا القايد بشوف قديش بين القايد والبون اوكي بشوف قديش عندي المسافة وبعدين ببلش اعمل الاستكتومي تبعها هذا هو الانت كتنج بير هاي دايموند اذا شفتوا التب تبعها دايموند طبعا بشير القايد لا بظنى حاط القايد لانه بصير البير تبعتي تضرب بالقايد او بالموكب ببلش اعمل الاستكتومي بعدين بعمل البلاستي شايفين البير كاربايد بعمل البلاستي بخفف النتوء البروز العظمي الموجود وبخفف الاج كلياتها سوري خلينا وقف هون واضح شايفين كلكم بعدين انا بظل في هيك شوية تيشو تاكس هذا حاط القايد وبقيس انا من القايد هلا للبون بتأكد انه حصلت قديش الـ 3 مليمتر اللي انا بدي اياه اوكي بعدين ببلش اعمل سويتشارين السويتشارين اللي بسويه بعمل vertical mattress نحكي عنه بالهاند زون vertical mattress بدخل من الفلتل بطلع هيني طلعت هون بدخل بالفلاب من جوه بطلع برجع بفوت هون اوكي بعدين برجع بفوت بالبابيلا مرة ثانية وبربط النوت وين بتكون النوت على البلتل بدخل من البلتل بطلع بمسك الفلاب برجع بفوت على البلتل وبربط على البلتل اوكي هاي الاغنية لمطرب اردني اذا فيكو سامع بعمر عمر العبداللات بحكي حيالها الطول ليش حاطي الاغنية حيالها الطول مين بيعرف عشان طولنا الاسنان هاي سماعة كتير شو صار فيها لا ما كانت تصفر مش هالف شو يسأل اوكي طلعوا بعد اوكي ايوه اوال صار في شوية دسول России شو رجع لين اعملت وله فلاسطي يجب وبعدين المريضة عملت وممتم او currently سعلي او ريس michتى تقدر توطي صوت المايك شوي باعرفش إذا هو هذا السبب طيب السؤال واضح التكنيك واضح الابروتش واضح كيف استعملنا الموكب بهاي الحال استعملنا الموكب كقايد ما استعملت التشو جيج ليش لأنه الهون الرسورة في دنتيس ناوي يعمل فينيز بده طول الاسنان يكون هالأدة فأنا عالتشميع استعملت الموكب اللي عملتهم من التشميع عشان تقايدني دورين دسيرجري أعرف بالضبط قديش بدي أعمل كتنج اه انتي عندك فرست هاند اكسپيرينس طيب فضل صح يوصل يوصل طيب قديش نستنى بعد العملية هنا حكينا بالفنكشنل نستنى قديش سيكس ويكس هون شو نستنى سيكس مونس سيكس مونس في ناس بيحكي اه لازم تستنى سيكس مونس سيكس مونس سيكون اخر مريض بشوفه ولا بيحول لي مريض تاني اصلا بس تحكي لدكتور بدينا نستنى ثلاثة شهر يعني يعني بسخن لانه المريض بنق والدكتور بديو يخلص وبيديو يعمل الفينيرز وبيديو يقبض فعني وبيديو يقبض على العموم ليش ليش ثلاثة شهر اوكي المارجن بيكون ثلاثة شهر اللي لقوه بالستدائز انه مو دن 60% بيصير في عني باول ثلاثة شهر بعد الثلاثة شهر المارجن بيصير ايش نوعا ما ثلاثة شو الفكرة انه المارجن يكون ثلاثة لانه انا اذا برجع بكير بحط فنش لاين تابعي والجنجفة مثلا حطيته بالظبط على الجنجفة المارجن بعدين بعد فترة رجع صار ريباوند رجعت اللثة بنت مرة تانية بكون ايش صاير معي انفيجين الباجيكوث اوكي وهلا منبلش نحكي عن الموضوع هاي الاستدي اللي بحكي لكم عنه هاي this is a classic study اللي منكم عم بعمل بريو او اشي هاي lang study this is a classical study اللقو انه ب12% of the cases بيصير ريسسيشن مور دن 1 مليم خلال اول ستة اسابيع عشان هيك بنحب نستنى فترة اطوال خلال ستة شهر صاري خلال ستة شهر صار ريسسيشن ب12% of the cases والستديز المور ريسسين بتقولنا انه عادة المشكلة مش الريسسيشن المشكلة الاكبر اللي بتصير هي ايش ريباوند برجع بتنزل اللثة ترجع بتغطى لكرون يعني انت حصلت لكرون لنكث 10 بترجع عليه بثلا انت بعد 3 تشهر انه البون ريموفل ما كان اذيكويت اوكي so that's يعني خلال هاي الفترة ممكن تحط انت مثلا temporary crowns بس تأكد انك ما تحط الفينيش لاينز بمكانهم النهائي لانك تكتستنى اللثة وين دوسير مكانها وبناء عليه تشتغل اذا انت حطيت مثلا حطيت مثلا بعد 3-4 اسابيع حطيت فينيش لاينز نص ميلي تحت اللثة صب جنجيفل بعدين صار rebound 1 مليمتر هلأ صار المارجن تبعك قديش تحت اللثة صار 1.5 very highly likely انك انت you're invading the biogic with اوكي 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 احنا حكينا هلأ عن functional crown lengthening ركزنا اكتر على posterior teeth حكينا عن aesthetic crown lengthening بس هلأ الدكتور كان يحكي انه مرات بيجيك حالة في incisal wear كل السن متأكل ما في عندك crown length بدك تضطر ان او صار trauma او فيه carries او crown كنت حاطه وانكسر انكسر جزء من السن هلأ بطل فيه سن كافي تضطر انك تعمل crown lengthening ايش all around صح حكينا الخيار الاول اذا بدي اضطر اعمل على single tooth بال aesthetic zone functional crown lengthening ايش الخيار الافضل اني اسوي forced eruption وارجع اعمل crown lengthening اوكي هل في سيناريوز بقدر انا اعمل فيها functional crown lengthening بال aesthetic zone بدون ما اعمل forced eruption انتوا فاهمين شو يعني forced eruption forced eruption بدون يركب ortho المريض وعادة ما بيكون ع سنين بدون يركب full arch لانه بدك anchorage ما في orthodontist برضى يركب على يعني نادر ما يرضى لانه هو انتوا بتعرفوا كل فعل له رد فعل يعني اذا ركب على ثلاث أسنان عم بيسحى بالسن عم بيسحى بالسن بس السنين اللي ماسكينه شو عم بيسووا بصيرهم intrusion كل فعل له رد فعل فهو رح يربط ع كل الفك عشان او بدو يضطر يحط mini screws عشان يدفش مقابلهم يعني ياخد anchorage على العموم انت في حالات منقدر نعمل نقدر نعمل functional crown lengthening مباشرة اذا بيكون في عني slight gingival display يعني يدوب مش يمبين يعني بسطحك المريض ما رح يبين المشكلة اللي رح سير عندك او يعني شوية التشوه اللي بي سير بالgingival margin ما بيبين وبالتالي ممكن تعملها اذا مريض elderly patient مثلا elderly patient مش رح تدخله انت تعد تعمل له or او اشي و as long as he's okay مع شوية discrepancy اللي رح يصير maybe you can do it اوكي sometimes you can mask المشكلة اللي بتصير انك تستعمل ايش pink porcelain تستعمل pink porcelain تحاول انك تخبي المشكلة لذلك sometimes تضطر انك تعمل functional crown lengthening بالاستهاتيك زون بدو ما تعمل forced eruption وتقبل بشوية compromise تقبل انه يصير عندك شوية popular recession هلأ واحدة من الحالات اللي هي يعني بتخفر لك شوية forgiving انك تعمل functional crown lengthening هما لما يكون central incisors two central incisors ليش two central incisors مش مثلا lateral incisor هون شو الفرق two central incisors وعب صفر identically exactly two central incisors المدلين ما في سيمتري فيش يمين وشمال اتقارن عينك اتقارن فيه بينما اذا عملت انت مثلا بين central واللاترل البابيلا اللي بين central واللاترل عينك لما تطلع على المريض على ايش رح تضرب على الجهة التانية فعينك بتسير تقارن that's why بالcentral incisors تطلعوا هاي الحالة this is not a perfect case بس المريضة اذا بتقولها اعملي forced eruption واعملي بعدها crown lengthening او اخلاع اسنان وحطي implants she's not gonna go for it المريضة she came to the clinic طلع already اصلا المارجن تبعون the crown عاملين شوية inflammation the crowns maksorine she's a young patient she's like 27 28 اذا ما منترك لها خيار تاني غير انو نخلع الاسنان الاسنان شو مشكلتهم هون اطلعوا deep bite واحد رقم تينين اطلع الاسنان مربع short اوكي so already المريضة عندها some degree of delayed passive eruption عندها delayed passive eruption بس اطلع على the occlusal view شايفين شايفين قديش البيت deep هنا so انا شو بقدر اسوي بهاي الحالة بقدر اني انا اعمل functional crown lengthening بهاي الحالة ليش لانو انا في عندي slide gingival display شايفين الادبس والشغلة التانية two central incisors involved لو انو central and lateral different story لانو رح يصير عندك ريساشن او بابيلر ريساشن black triangle وعالجهة التانية رح يكون normal يعني فبسير كتير مبين بالنسبة بالنسبة البر واللور اسمها الله الكنين بالأبتمام position نعم نقدر نحتمي الكنين ك guide reference هل بابيلر ريساشن نعم يعني هلا احنا هون السؤال بيصفي اوكي 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 مجمع أنا بدي عرف قديش بدي كراون لنقذ عشان يمسك الكراون عشان أعمل فرل صح ولا لا هلا رحين عمل بوست وبلدب وإشي بس بدي فرل أنا أيديالي بدك البرب يكون أكليست تريد وفور مليمتر مزبوط مع البلدب تبعك مع الفرل تبعك على العموم هون امليمتد I can do as much as possible طلعوا شو عملنا ودويدي ويدد لايك كراون لنقذ بس عملنا لسيجمنت كله بس شايفين انتو كيف صار في شوية بتصرح الريساشن هون بالبابيلا there's no way around it بس يعني بس يعني بشين كان اقفورد ان ها شوية اسير البابيلا لسيجب ولا انه ايش الخيار الثاني أخلع الاسنان او انه اتركب أورثا ايه؟ شايفين صاروا الاسنان هادول اطول شوية زي ما حكيت دكتور شايف صار على The level of the canine the central incisors واللي هو عادة الـ level الليحنا بدنا اياه عادة احنا لما نعمل منحاول انه والكينين يكونوا نفس اللفل اللاترالز بيكونوا اقصر قدير 1 مليمتر يعني اذا بترسمي خط بين الزنث اعلى نقطة في الجنجفل مارجن على الكينين واعلى نقطة في الجنجفل مارجن على السنترال بيكون اللاترال بعيد 1 مليمتر عن هذا الخط هيك تقريبا والبون نفس الحالي بس مرات في حالات لا بيطلح حلو اذا كانوا كلها ياتوا من نفس اللاين مرات بيكونوا هيك عاملين يعني تايبرينج للخلف اوكي so it's a guide مش قاعدة ذهبية it's a guide يعني برشدك انت تقريبا كيف بدك تكون اوكي طيب وهذا هو البيش when she smiles it's okay هذا طبعا تمبراري لسه اوكي البيش ما صوتها ما صور I don't have the final outcome بس يعني بقدر اعطيكو hint يعني من temporary قديش صار عندي papillary recession شايفين الpapilla اشطط لفوق اشطط لفوق زي ما بيحكوا طيب هلأ دبلش احكي لكم عن حالات مضطر اعمل فيها فنكشنال crown lengthening مضطر اشيل bone all around اوكي طلعوا هاي المريضة this patient اجت شفتها she's complaining of what اش تتوقعوا التشكي crowns ها شو مالهم short هذا شوي بس she's not complaining about the crowns she's complaining about gingiva الثتة حمرى بس تضحك كتير حمرى بشع منظرها اوكي وين دكتور قام كان قاعد هون اه حكينا لها بتقول شو المشكلة المشكلة انه عندها violation albujo اوكي شو بنا نعملك بنا نعملك اش نعمل flap bone removal قالت لا 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 انا بديش اعمل لا flap ولا bone removal اوكي راحت راحت محل تاني عيادة تانية طرحوا عليها هذا الموضوع بجوز ما بعرف بس شو عملوا بالاخر غيروا الكراونز اه الكراونز مش مناح المارجنز مش عارف ايش بصر ايش غيروا الكراونز هذا بعد ما غيرت الكراونز هاي حالتها بعد الnew set of crowns هذا تالت set of crowns تالت set crowns اوكي متخيلين قديش دفعت يعني هي رجعت بعد سنة بتقول هايو لساتو نفس الاشي ما تحسن اوكي ليه بدو يتحسن اذا فيه violation البيجيكويت ما رح يتحسن لحاله حكينا المشكلة بالinvasion البيجيكويت انو بيضل في عندك ايش persistent inflammation بيضل دايما انفليمد طلعوا الكلوس عنده فينير استحت طبعا نفس المشكلة انا بأكدلكو بجوز هي بأول مرة بس عملت كراونز عملو لها جنجي فكتومي وركبوا الكراونز اوكي وبعديها ما نحلت المشكلة اوكي لانه هلأ انت بس حطيت الكراونز انت حطيت finish line حفيت السن حطيت finish line finish line بتتغيرش صح؟ او لا بتقدر انت تبعد الكراون عن الفنش line لا خلص it's set قطعته بالسن it's cut ما تقدر تغيره فانت هلأ صف الحل الوحيد عندك انك شو تسوي تغير level of ash البيولوجي كويت انك انت تبعد العظم اوكي اوكي بعدما المريضة يأسد طبعا هلأ انا شو مشكلتي هنا لما اعمل كراون لينكتني بهاي الحالة ايش تخوفي انو شو يصير الانفاجن proximal اهم اشي proximal طلع بس افتح لها اول اشي طلعوا طبعا الفنش المارجن ما اشي حاله جيد هنا negative ledge بس الفنش line ما اشي حالهم اوكي يعني الفت تبع الكراون it's okey مش perfect it's okey المريضة طبعا خيار انها تغير الكراونز مش مطروح لانه صارت دافعة ثلاث مرات الكراونز بتقول لي يعني اذا بحكي لها جوزي كمان مرة تغير الكراونز بتطخني فقالت لي ما بقدر اغير الكراونز هلا اعطيني حل بس يتحسن شوي اوكي طبعا هنا انا يعني بنفهم المريضة انه ما رح تحصلي على النتيجة المثالية بدون ما تغيري الكراونز الكراونز مشكلة كمان جزء من المشكلة المارجن مش كتير منها لكن فورشور انا المشكلة الرئيسية هي عندي ايش invasion of the budget بس نفتح الفلاب على طول الوحدة قديش 3 مليمتر طلعوا انا هلأ التب قاعد على العظم طلعوا الفينيش لاين وين قديش في عندي مسافة less than 3 مليمتر ومش بس على البكل يا جماعة هاي المشكلة المشكلة انه وين الانفاجن صاير بالبروكسيمال سوناو اذا بدي احل مشكلة الانفاجن للباجك وين بدي اشيل العظم بس على البكل ما بيكفي I have to go into the proximal واشيل عظم من الانتر بروكسيمال مجرد ما تشيل العظم من الانتر بروكسيمال مجرد ما تشيل عظم من الانتر بروكسيمال شو بتتوقع انه يصير بده يصير بابلل ريسشن وممكن يصير بلاك ترايانجل اوكي so you have to do what you have to do هاي شايفين اديش في عندي distance اقل من 3 we cut the bone بالانتر بروكسيمال عشان يصير في عنا 3 هلأ بتطلع بقول لازم اشيل كمان شوي اكتر اوكي i'd rather be definitive يعني خلص اخلص المهمة اسوي الشغل اللي علي واطلع ما اطر مرة تانية اه ولا نرجع نفتح ونشيل شوي كمان اوكي so looking back maybe i could have even removed more بس at least عندي 3 مليميتر يعني انا بحب اعطي حالي شوية يعني شوية مدى اوكي عكينا انه البالجكويتث مشتابت بين الاسطح بين البروكسيمال بيختلف على البكل بين مريض ومريض بيختلف anyway هلأ هون بهاي الحالة عملت سكالوبينج انا ما عملت سكالوبينج ليش ما عملت سكالوبينج تتحاول ان الفينش لينج بالضبط انا ما بدي اعمل كراون لينج ما بدي اطول السن انا بس بدي افتح اشيل العظم ابعده عن الفينش لين واسكر انا بمصلحتي انه تضل اللثة محل ما هي لانه اذا ضلت محل ما هي انا ما طول السن ما انكشف الفينش لين ولا صار عندي بلاك تريانجل اوكي سو بهاي الحالة انا ما بعمل سكالوبينج بعمل سويتشيرينج زي ما انتوا شايفين النوتس كلياتهم على البلتل بس ترجع المريضة بعد على الفولو اوب طلعوا هذا ايه طلعوا قريبا شو بلش يصير عندي بلاك تريانجل اوكي بدي يصير ريساشن بابلل ريساشن نووي الصيت العظم بالانتر بروكسيما شايفين هلا المريضة قلتلكم ما تقدر تغير الكرونز ساكني بدبي بتروح تيجي بالصيف مرة على عمان لقد رأيتها في عمان كان مرأ على البلسيجر تقريبا 2 عام هذا كيف يبدو هون ها لا ما رح أسوي لها تعديلات إلا إذا بدأتغير الكرونز إذا بدأتغير الكرونز أنا بتوقع أنه شوية الانفلاميشن هذا اللي ضايل هون أنه يخف بدرجة كبيرة اوكي الجنجي فيكتومي ما رح مش بالضرورة تحل المشكلة ها أنا المشكلة بالنسبة إلي ربما يكون في محلات لسه فيها شوية انفاجين هون عند الكيناين بس أنتو لا تنسوا تذكروا لما فتحنا الفلاب المارجنز تبعت الكرونز they're not يعني كتير ideal فممكن يكون هذا عامل بالانفلاميشن هلأ شايفين كيف أنه صار في عندي شوية بلاك تريانجلز هون فتحت هاي المناطق كلها فتحت بس بس يستخف الحمار بالغالب أحسن خيار إذا أنت مضطر لسن واحد هو أنك تعمل أنت فورست اروبشن بعدها تعمل كرون لنكثنين زي هاي الحالة هون إذا أنا بدي أعمل كرون لنكثنين رح يصير الإسنان هون طوال أطول من الجهة الثانية زائد رح يصير بابلل بعمل فورست اروبشن شايفين لمن عمل فورست اروبشن شايفين لمن عمل فورست اروبشن شوفوا الجنجي بالماجر لديش نزل بنزل كل ياتو مع هذا لذلك لنجم لنجم وارجع أعمل إيش مرة تانية شايفين نعمل وشايفين الجنجي بالكنتور ضل البابلاهايت انتاكت شوية انفلين لون ايش هلأ عندنا الخطة وين أنا ضايل إنت إنت إحنا بتكون نوقف ايش بعد ساعة ونص نكمل يعني قديش معي هلأ قبل الغداء آه ممتاز مش ممتاز كثير لإلكو بس يعني تاخدوا بريك خمس دقائق طيب في حدا عنده سؤال قبل ما نفضل ريباوند ممكن يصير إذا البالجك لو ما تم مرفوص إذا إنت شلت يعني هلأ ممكن يصير لأن مستحيل يصير بريك بتيش عكيرك مستحيل لأنه بس إذا إنت آيس البالجك وث مريضك البالجك وث عنده تنين وحاس بحساب شايل ثلاثة في عندك ثلاثة مليمتر من الستودي أنه بيصير في مليم ريباوند زير أو مستحيل هذا الفولس بوكت له علاقة أكتر بإنفلاميشن له علاقة أكتر مثلا عند الوزدم تيت مرات اللثة بتكون هيك مغطي السن مش عاملة بس أنه هون يصير سودو بوكت لا الغالب لا